مرحبا بكم عزيزات التلميذات أعزاء التلاميذ في مادة اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي في مجال الغابة سنحاول أن ننجز مشروعا للوحدة يتحدث عن الغابة ودورها في حياتنا ومن خلال هذه الحصة سنحقق مجموعة من الأهداف تكمن في تعرف دور الغابة في حياة جميع الكائنات ثم بعد ذلك سنحسس أصدقاءنا بضرورة المحافظة على الغابة كما أننا سنوظف ما اكتسبناه من معجم وظواهر لغوية توظيفا مناسبا لإغناء المشروع نلاحظ الصورة إنها تمثل منظرا لغابة ببلدنا الحبيب المغرب وسنحاول في مشروعنا أن نتحدث عن مكانة الغابة في حياة جميع الكائنات ثم سنتحدث عن فوائدها العديدة بعد ذلك سنذكر الأخطار التي تهدد غاباتنا وفي الختام سنتحدث عن مسؤولياتنا في الحفاظ على الغابة جميعا دون استثناء سنتذكر أبناء بناتي أن للغابة مجموعة من الفوائد وأنها مهددة للأسف بمجموعة من الأخطار فماذا تشكل الغابة في نظركم؟ أحسنتم الغابة هي رئة العالم بحيث تزودنا بالأكسجين هي كنز من كنوز الدنيا وهي أيضا طراط إيكولوجي وطني غني ومتنوع ومن بين فوائد الغابة أنها تحافظ على التوازن البيئي وهي مصدر رزق ونشاط اقتصادي كما أنها تشكل مكانا للطرفيه والاستجمام والنزهة لكنها للأسف تبقى مهددة بأخطار كثيرة كالحرائق واجتتات الأشجار ومخلفات المصانع والتلوت بصفة عامة لذلك فالحفاظ عليها مسؤولية الجميع أبناء بناتي للتحسيس بأهمية الغابة سنقترح ثلاثة مشاريع المشروع الأول يخص عرض معلومات عن غابات مدينة أو قرية في شكل مطوية بحيث سيعمل أفراد المجموعة على جمع معلومات عن الغابات التي توجد في مدينتهم أو قريتهم وسيتحدثون عن مساحتها وأشجارها ونوعية الأشجار وأعشابها وفوائدها وطرق حمايتها سننجز هذا المشروع ونعرضه في نهاية الوحدة على صديقاتنا وأصدقائنا في القسم ليبدو ملاحظاتهم وتعديلاتهم عليه المشروع الثاني هو الصحفي الصغير هناك مجموعة أخرى ستختار هذا المشروع وستعد برنامجا أو تقريرا صحفيا مرفقا بالصور عن الغابات التي توجد في جهتهم وما تعانيه من تدهور وما على الأطفال أيضا فعله لحمايتها ستنجز هذه المجموعة هذا البرنامج والتقرير وتعرضه أمام صديقاتهم وأصدقائهم في الصف المشروع الثالث هو خريطة الغابات ببلدي كما تعلمون أبناء بناتي أن مغربنا العزيز حباه الله بمجموعة من الغابات إذن ستحاول هذه المجموعة إعداد خريطة وتوطن فيها مواقع الغابات ونوعية الأشجار ومختلف المعطيات التي تتصل بها كالأعشاب النافعة وحيواناتها وستعرض أيضا هذه المجموعة المنتج أمام باقي التلاميذ لإبداء الملاحظات ولكن لا بد من مراعاة النصائح التالية عند اختيار المشروع أولا يجب علينا أن نوزع الأدوار والمهام بين أعضاء كل مجموعة ثم مناقشة مراحل إنجاز المشروع والوسائل التي ستحتاجها المجموعة وطريقة جمع المعلومات وأخيرا لا بد من التشاور بين أعضاء المجموعة حول كيفية الحصول على المعلومات من صور وشهادات شفوية ومكتوبة ومواقع إلكترونية يمكنكم بناتي أبنائي أن تشكلوا مجموعات عن بعد بواسطة وسائل التواصل الحديثة وتتبادلوا فيما بينكم المعلومات الخاصة بكل مشروع إنكم مطالبون بإعداد المشروع الذي وقع اختياركم عليه من بين المشاريع الثلاثة التي اقترحناها في هذه الحصة وعند عودتكم للفصول الدراسية إن شاء الله سيقوم الأساتدة مشكورين بتنقيح هذه المشاريع وتعديلها وفقكم الله وإلى درس لاحق